وإلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وشدد رئيس السيسي خلال اللقاء على اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات سنائية عميقة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة مؤكدا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه خاصة خلال الظروف الضقيقة الراهنة التي يمر بها أخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به خاصة من خلال حسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر ومعربا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الإفريقية وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصوم مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان حيث رحبا رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المصار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثية حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام اشتركوا في القناة